اشتركوا في القناة ونقل معالي في رسالة خطية تهاني وتبركات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى الرئيس أردوغان وأمنيات جلالته لفخامته بالتوفيق والسداد لمواصلة قيادة تركيا وتحقيق ما يصبو إليه الشعب التركي الشقيق من تطلعات نحو مزيد من التقدم والازدهار وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة اعتزاز مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حماد الخليفة وللعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ولفت معالي إلى ما تليه المملكة من اهتمام وحرص على توسيع أفاق التعاون والشراكة والدفع بها نحو أفاق أرحب عبر تعظيم الاستفادة من المقاومات التنموية التي يتمتع بها البلدان وذلك لتحقيق المصالح المشتركة بينهما وبما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين هذا وحضر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي في قصر جانكيا مساء اليوم على شرف قادة وزعماء دول العالم ومثليهم تكريما لمشاركتهم في مراسم التنصيب